أجرت مختبرات بن حيان التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فحوصات مخبرية لأكثر من خمسمائة عينة غذائية لمائتي معاملة جمركية بعد مرور نحو أسبوعين على بداية أزمة فيروس كورونا المستجد مدير المختبرات المهندس موفق الخشمان أوضح أن جميع الفحوصات المخبرية جرت وفقا لأعلى شروط الصحة والسلامة العامة بما يخدم الارتقاء بالمستوى الصحي للمستهلك وأشار الخشمان إلى أن مختبرات بن حيان أسهمت في انسياب وتسهيل حركة البضائع التي توزع على أنحاء المملكة كافة وذلك من خلال منظومة الفحص والإجراءات السريعة والدقيقة التي تنظم العمل وفقا للظروف التي تمر بها المملكة حاليا تقوم المختبرات بدور محوري ورئيسي مع شركائنا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك وباقي مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الفيروس ويتمحور دور المختبرات في تسهيل انسياب البضائع إلى المملكة من خلال إجراء الفحوصات بسلاسة وبسرعة بحيث أنه يتم التخليص على البضائع وإدخالها للمملكة بأسرع وقت إلى الأسواق ترجمة نانسي قنقر